موسيقى وبعدين بعد ما سدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف على باب الكعبة بيخطب فيهم في تساوي الناس عند ربنا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم سأل أشهر سؤال كلكم عارفينه يوم فتح مكة قال أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم هو أنا لما بتفكروا فيه تتصوروا هعمل فيكم إيه هو أنا ترميزي في قلوبكم في مشهد زي ده ردي فعلي هيبعمل إزاي هو أنا سمعتي اللي انتو شغلين بلكم دلوقتي التصرف الجاي معاكم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم وإحنا نعرف عن حضرتك إلا كل عطاء وكرم وتسامح قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فقال سيدنا عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان وهذا صفوان بن أمية دول صناديد قريش إلا حربوك عشرين سنة قال يا عمر مثلهم ومثلي كمثل يوسف مع إخوته عندما قالوا قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين لما إخوتي يوسف قالوا ده انت ربنا كبارك علينا أوي وإحنا بصراحة ندمنين على السنين الطويلة اللي حربناك فيها وأذناك قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يعني لا عتاب ولا مؤاخذة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وانفض الناس من حوالين سيدنا النبي وهم حسين بالأمان وحسين بحضن النبي ونور النبي مستوى من المعاملة الرقية اللي عمرهم ما شافوها قبل كده في الجاهلية وبعدين ييجي وقت الصلاة ويدي سيدنا النبي الإذن لبلال وكإني شايفه دلوقتي بيصعد على الكعب عشان يأذن بلال اللي كانت الصخرة الضخمة على بطنه من سنين وهو بيقول أحد أحده مش عارف يتنفس يعني ينشيل الصخرة من على بطنه أمية بن خلف وبعدين يربط رجليه في حصان ويجري بيه يسحله وهو عارق الظهر على رمضاء يعني الصحراء المولعة نار في مكة ودرجة إن سيدنا عمر كان يقول أما بلال فهانت عليه نفسه في الله ده ضحة تضحية رهيبة ما كانش عنده نفسه أصلا كان متفاني في حب ربنا والرسول العيس والسلام هيصعد دلوقتي بلال عشان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوته الحلو اللي يا رب لما نخش الجنة نسمعه كلنا إن شاء الله ويأدن واحد من المشركين قاعد جنبه صاحبه وأبو سفيان قاعد فأم آي الواحد من المشركين الحمد لله الذي قبض أبي قبل أن يسمع ما يؤذيه فقال أبو سفيان والله لا أتكلم حتى لا يخبره الواحد أم جاي سيدنا النبي عيس والسلام قال لقد سمعت ما قلتم رغم إنه كان بعيد لكن ربنا أوحاله وكأن ربنا بيعمل كل حاجة النهاردة لهداية الناس فالمشرك ده قال أشهد أنك رسول الله فوالله ما سمعني إلا صاحبي وأبو سفيان ويتحرك سيدنا النبي عيس والسلام بعد المشهد ده ويخش بيت أم هانئ بنت عمه لأن بيته كان عقيل أخذ بيت النبي عليه الصلاة والسلام فملوش دلوقتي بيت يقعد فيه في مكة فقعد عند بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بن أبي طالب ربعمية وتمانين كيلو ووصل النبي أنا معرفش المشهد اللي أنا بحكيه ده أخذ كام ساعة وبيطوف حوالي الكعبة بيوقع على تلتمية وستين صنم أكيد جعان جدا فإذا أبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن طعام في بيت بنت عمه فقالت له والله يا رسول الله ما عندناش إلا الخل وشوية كسرات خبز كده بسيطة أول من الباقية من العيال فقال صلى الله عليه وسلم نعمل إدام الخل الإدام يعني الغموس النبي بيشكر في الخل اللي هو إحنا بنكله لما بنقعد في المطاعم بينزل كده إيه كفاوات تحلي الشهية قبل ما الأكل الحقيقي ينزل وتبقى بتاكله هو عمال يجوعك علشان يتاكل بعد كده الأكل المين ديش زي ما بيقوله لكن ده اللي موجود مدام ده اللي موجود يبقى الخير في الموجود والمصريين يقولك إحنا بنجود بالموجود وده اختيار ربنا ده رزقي في الساعة دي فمدام ده رزقي يبقى نعمل إدام الخل ويقعد صلى الله عليه وسلم يغمس بالعيش وهو النبي الفاتح المنتصر بس الموجود نفرح به ونرضى به ونشوفه كتير كمان كل ما تتعامل مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تخرج من عنده وانت حاسس ان انت مهم ان انت كبير ان انت واثق في نفسك هو دايما بيبني زي ما بان عقيدة الناس بان شخصيتهم لما يخش عند ستنا أمهانة فتقدم له خل شوية عيش فيقول نعمل إدام الخل لما حد بيقدم لحد حاجة طريقة استقبالك للحاجة دي هي عبارة عن إكرام صاحب الحاجة يعني لما حد يقدم لك باكو بسكوت قد كده فتقوله كترخيرك انا فعلا كنت جعان كأنك بتقوله انا كان عندي احتياج وانت سدتهولي انا ممتن جدا اللي انت بتعمله وبالمناسبة دي صفة من صفات ربنا صفة الشكور ان ربنا بيشوف مننا اعمال صغيرة جدا وبعدين تتفاجئ ان ربنا بيستقبلها بحب وفرحة ويقول لك كده يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة النخلة في الدنيا تمنها مش رخيص مش اكيد بكلمة تاخد منك ثانية ونص بس عند ربنا كده عند ربنا ربنا يقدر انك ذكرته ربنا يقدر اني سيرتو جات على لسانك وفي قلبك وتلاقي ربك في الحديث القدس يقول لك انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بيش فتاه مجرد ان انا بس شفاي في كده حتى لو قلبي مش حاضر زي من العلماء بيشرحوا في الحديث حتى لو قلبي مش حاضر بذكر ربنا ربنا معايا يحبني ولما بتصوم يوم ربنا بيقول لك هو كل دا انت بتعمله عشاني قال لك كده في الحديث قال كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يعني كل عمل ابن ادم له اجر تقدر تفهمه لو قلته لك الا الصيام فانه لي اي علي جزاؤه اجر اكبر من تصوراتك فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي شوف لما ربك يقول لك انت سايب دا كله عشاني الصفة الربانية الشكور دي بانت قوي وسيدنا النبي في فوصطفات حماكة نبي يوم منتصر وهم يقولوا عليه ملك كان ابن ابو سفيان يقول لك ملك وقاعد يأكل شوية خل شوية تعيش مكسر بقية اكل العيال يقول لها دي احلى اكلة في الدنيا الكرام لبنت عمته ومهانئ بنت ابي طالب